في كل مرة يزداد الفساد المستشري في مفاصل الدولة شراسة مع كل محاولة لفك عقده الكثيرة التي لا تنفك أحزاب السلطة تنفث فيها ليل نهار لتنهب ثروات البلاد المستباحة حتى أصبح السارق يرتدي قناع الحامي وزير الناقل ناصر حسين الشبلي قال إن أجدات الأحزاب متواجدة في المنافذ والموانئ كاشفا عن تشكيل لجنة لتقص الحقائق حول مخالفات للشركة نسيم العراق البحرية التي وصفها بغير القانونية في ميناء خورزوير التي تعد حلقة من حلقات كثيرة للفساد في عموم العراق الشبلي قال إنه تم استبدال طاقم الشركة بسبب تصرفاتها غير القانونية في وقت تركز فيه الأحزاب والكتل السياسية على الخطوط الجوية والموانئ والنقل البري فهي تدر عليها أرباح طائلة الوزير كشف أن الحمولات المسجلة للشاحنات داخل العراق تعادل ثلاثة أضعافها داخل إيران وأن عقود الاستثمار تبيح للمستثمر أخذ نسبة تصل إلى 70% من الأرباح مقابل 30% فقط للدولة وهذا ينسحب على شركات الشحن الجوي وتكسي بغداد وغيرها مطالبات كثيرة بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل بسبب تقاطع الصلاحيات ووجود تصرفات غير قانونية في العمل في وقت كان فيه جميع من تسلموا سلطة الطيران من غير المتخصصين الوزير قال إن مستقبل الموانئ في العراق في خطر كبير ومظلم للغاية بسبب غرقها في الفساد المالي والإداري وتحكم المافيات والأحزاب بها واستنزاف مواردها المالية مطار بغداد هو الآخر الذي تسيطر عليه ميليشيا حزب الله والمنافذ الحدودية التي تسيطر عليها ميليشيا الحشد حلقات أخرى من مسلسل فساد كبير تنهب ميزانية العراق على أساسه وجعل العراق سوقا مستهلكا للبضاع الإيرانية الرديئة ما سبب انهيارا اقتصاديا غير مسبوق في تاريخ العراق كما يقول مراكبون